خدوا الخبر ده انه مجلس دارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب في اجتماعه اللي عقد اليوم تطرق لاحداث مباراة الاهلي والجزيرة اللي كانت في نادي الصيد واعتمادا على مراث النادي الاهلي التاريخي واتصاقا مع مبادئه وقيمه الاخلاقية والتربية التي يتمسك بها على مر العصور قبل سعيه الى حصد البطولات وبناء على التحقيقات الدقيقة والشاملة التي جرت بمعرفة الادارات المعنية بالنادي مع جميع افراد جهاز كرة الماء ولعيب الفريق الاول اشتركت في الاحداث اللي تلت المباراة النهائية في بطولة الجمهورية بين الاهلي والجزيرة وبناء على ما تبين من نتايق قرر المجلس ما يلي انا بقول يا جماعة مجلس ادارة النادي الاهلي وليس مجلس ادارة اتحاد السباح شاط باللعب مهند جمال اقاف اللعب محمد مروان لمدة موسم رياضي رغم عدم معاقبته من قبل اتحاد السباح اقاف احمد رياض موسم محمد نبيه موسم رغم عدم معاقبته من قبل اتحاد السباحة محمود طارق موسم محمد اسامة ويحيى علاء ومحمود اهاب ثلاث شهور كريم جمال ست شهور انطلاقا من نفس المعيار الاخلاقي فان الاهلي يتحفظ على بعض القرارات اتخاذها من مجلس ادارة اتحاد السباحة وتمثلت في ماله ده مهم بقى يعني النادي الاهلي ياخد هذه القرارات ده شيء رائع جدا واضرب له تعظيم سلام تمثلت في رفع الاقاف على اللعب هليوبلس صابق احمد بركات الموقوف لمدة موسمين واستغنى عنه نادي الهليوبلس لأسباب اخلاقية والاكتفاء باقافه لمدة ثمانية اشهر النادي الاهلي صح والتحاد السباحة غلط بل وضمه الى نادي الجزيرة وكان الاقاف بسبب تعديه على لاعب النادي الاهلي مازن اسم بالضرب واصبته بكسر بالفك الامر الذي استدعى تدخلا جراحيا وترك اثرا يصل الى العهل مستديمة واقبه بحكم جنائي يصل لمدة ست اشهر وهو امر يدعو للدهشة والاستغراب الموافقة على تسجيل اللاعب ضمن قائمة نادي الجزيرة يوم 17 اكتوبر 2018 واخر موعد لتسجيل اللاعبين في بطولة الجمهورية علما بان نادي الجزيرة ارسل خطاب تسجيل اللاعب الاتحاد السباحة من 21 اكتوبر 2018 بعد غالق ضاب القيد واستقبل اتحاد الخطاب يوم 23 من نفس الشهر الامر الذي يعد خللا اداريا واضحا ويستوجب استبعاد اللاعب والغاء نتيجة المباراة التي شارك بها اتحاد السباحة قراراته ابلاغا للنادي الاهل دون اجراء التحقيقات اللازمة والشاملة مع كافة الاطراف المشاركة في احداث هذا اللقاء هو امر كان ينبغي اتخاذ وتحقيق الاعدالة في هذه القضية وبالتالي سلامة القرارات اتحاد السباحة كان خاد قرارات شديدة جدا جدا وانا الحقيقة حيته عليها حييته عليها بشدة لانه وقلت انه الاهل كان لابد ان يكون صباق في اتخاذ هذه القرارات فالاهل بالفعل عمل ده النهاردة في اجتماع مجلس الادارة اللي كان موجود لكنه ما اطلبه من اتحاد السباحة وعلى رأسه السيد ياسر ادريس من الشخصيات الطيبة يعني السيد امير عبدالجواد امين السندوق ودول اللي عرفوا من عرفها الشخصية يعني انه لابد ان يكون المعيار واحد ماهي كان اعلم 분�osing محيذة ماهي كان يكون اللي عرفت شكرا